ونكمل معكم الحرة الليلة من ملف الذكاء الاصطناعي حيث طلبت شركة ماكروسوفت من المئات من موظفيها المقيمين في الصين والعملين في مجال تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي ومعظمهم من المهندسين الالكترونيين طلبوا منهم النظر في الانتقال من الصين وتغيير محل إقامتهم خارج البلاد ذلك بعد تشديد الولايات المتحدة القيود على بكين فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأمريكية وكذلك للحد من قدرات الصين على تطوير تكنولوجيا متطورة قد تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي نتسأل هل وراء هذا الطلب من ماكروسوفت أسباب تكنولوجية أم هي أسباب سياسية وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع للصبغة الأمنية يتساعد التوتر بين واشنطن وبكين هذه المرة توتر تكنولوجي عنوانه الذكاء الاصطناعي ونماذجه المختلفة تقرير لوالستريت جورنال بينا أن ماكروسوفت طلبت من ثمانمائة موظف يعملون في مجال الحوسبة السحابية في الصين الانتقال لأسواق أخرى وعرضت الشركة عليهم فرصا للعمل في دول بديلة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وإرلندا خطوة يراها محللون بأنها تحمل مخاطر غير مباشرة على تطلعات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل الندرة العالمية لكبار المواهب الهندسية مشيرين إلى أن مهندسي ماكروسوفت المتمركزين في الخارج قد ينظروا إلى احتمالات العودة إلى بلادهم للعمل لدى صاحب منشأة صيني على أنها أقل إغراءا متحدث باسم ماكروسوفت أكد أن الشركة أتاحت فرصا داخلية للتنقل بمقارها في دول أخرى لمجموعة محددة من الموظفين مؤكدا الالتزام تجاه العمل في الصين وتعد ماكروسوفت من بين الشركات الأمريكية التي تتمتع بأكبر حضور في الصين وتدير مركزا كبيرا للبحث وتطوير في البلاد في حين توظف نحو سبعة آلاف مهندس في مجموعة البحث والتطوير التابعة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأغلبهم في الصين وتأتي تلك التقارير في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيها الرئيس جو بايدن فرض تعريفات جمهورية جديدة على الواردات الصينية من المركبات الكهربائية وغيرها من المنتجات المتقدمة التي تقدر بنحو ثمانية عشر مليار دولار وبرر بايدن قراره بحماية القطاعات الصناعية الأمريكية من تداعيات المنافسة غير العادلة مع الصين وينضم إلينا الحديث أكثر عن هذا الموضوع بيل هولشتاين مؤلف وصاحفي ومستشار شارك في تأليف كتاب أسلحة أو ساحة المعركة السيبرانية كيف تقوض الصين وروسيا ديمقراطيتنا وأمننا القومي سيد هولشتاين أهلا بك بداية إلى أي مدى يمثل وجود هؤلاء المهندسين الأمريكيين في الصين يمثل بابا تستفيد منه الصين للإضرار بالعمن القومي الأمريكي شركة مايكروسوفت في موقف خطير جدا وصعب هناك آلاف من الباحثين من الشركة يعملون في الصين ولديهم الرموز المرتبطة بملايين من أجهزات الحاسوب ولشركة مايكروسوفت معهد مرموق جدا يدرب على مهارات الذكاء الاصطناعي ويدربون قادة في الصين أعتقد أن ذلك يرتبط بأن شركة مايكروسوفت في موقف صعب من ناحية العلاقات العامة من المنظور السياسي إن رأيت أشخاص في الصين اخترقوا النظم رأيناه بما حدث من قراصنا سيبرانيين سينيين دخلوا نظم مرتبطة بمايكروسوفت وأيضا مرتبطة بوزرات متفرقة وكانوا أيضا يهاجمون نظم الاتصالات للجيش الأمريكي يجب أن تعزل شركة مايكروسوفت نفسها عن الانتقاد بما ينتقدوها أن لديها قاعدة تطورية كبيرة في الصين إن تمكنوا من نقل باحثيهم إلى دول أخرى إذن الشركة قد تقول أن عدد الموظفين في الصين محدود جدا وأن هذا يضعف من الخطر ولكنه ذر للرماد في العيون هناك عدد من المهندسين قد تفرض ربما تستغلهم الحكومة الصينية وتفرض عليهم ببلبوح بالأسرار هذا خطير وهذه مخاطرة تقوم بها شركة مايكروسوفت هذه المخاطرة سيد هولشتاين لو سمحت لي هل هذه الشركة هي التي وضعت نفسها بهذا الموقف الصعب الذي تشير إليه حضرتك بأن مايكروسوفت الآن هي في موقف صعب هل هي من وضعت نفسها بهذا الموقف أم أن هناك ضغوط سياسية هي التي ربما تجبرها كي تنقل أولئك المهندسين الذين يعملون في الصين إلى أماكن أخرى لقد وضعت شركة نفسها في هذا الموضع لأنها دخلت بزخم كبير بشكل مبكر إلى الأسواق هناك وحصلت على معاملة السجاد الأحمر من الصين وشركة تساعد الصين على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لقد فعلوا ذلك لبيع منتجاتهم في الصين وقد جنوا مليارات من الدولارات في هذا المجال ولكن شركة مايكروسوفت هذا الذي أريد أن أفهمه منك هل تجبر الآن شركة مايكروسوفت حتى تخرج هؤلاء المهندسين بسبب ما يقوله البيت الأبيض ربما تستخدم الصين هؤلاء للإضرار بالأمن القومي هل هي مجبرة على هذا الفعل أم هو خيار بالنسبة لها لا أعتقد أن الحكومة الأمريكية قادرة قانونيا على إرغام شركة مايكروسوفت بسحب موظفيها وإعادتها من الصين إن معنينا في شركة مايكروسوفت يتمتعون بما يكفي من الزكاة لكي يراقبوا نمط الاتجاه التكنولوجي فالتكنولوجيا تدخل في كل القطاعات فالشركة اليوم عالقة بين نارين وتريد اليوم أن تبدو على أنها تحد من انخراطها التكنولوجيا في الصين هو فقط لإظهار المواقف ولكن لا أعتقد أن مايكروسوفت ستريد أن تقوم بتغيير حقيقي وجازري حتى وإن غيرت هل ستتأثر الصين وأنت تقول بأن مايكروسوفت دخلت إلى السوق الصيني منذ وقت مبكر ولا شك بأن الصين استفادت خلال هذه المدة من كل الخبرات التي جاءتها عبر هذه الشركة وشركات أخرى هل ستتأثر إذا ما انتقل هؤلاء المهندسين أو المهندسون من الصين إلى أماكن أخرى نحن نتحدث عن عدد قدره 400 أو 500 شخص ويترابطون بالإنترنت واتصالات العالية التقنية وبذلك حين من وجدوا في أستراليا إيرلندا أو غيرها من الأماكن سيستمرون بتطوير الأدوات أدوات مايكروسوفت في الأسواق الصينية وسيستخدمها الصينيون إن الشركة مايكروسوفت ليست الوحيدة العالقة في هذا الموقف أيضا شركة أمازون للخدمات الإلكترونية وشركة أبل منخلطة جدا كذلك في التصنيع لأجهزة الآيفون هناك إذن هو موقف صعب جدا لشركات الأمريكية من منظور العلاقات العامة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة بيل هولشتاين مؤلف وصحفي ومستشار كنت معنا من واشنطن شكرا لك ترجمة نانسي قنقر